بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أتممنا ولله الحمد والمنا القسم السادس الأعمال الشيطانية نبدأ الآن في أعمال القلوب الحب أقسام ينقسم الحب إلى ثلاثة أقسام المحبة ينقسم إلى ثلاثة أقسام محبة مع الله شركة كبر نحب الله ولا نحب أحد مع الله ولو رفعنا إنسان مرتبة جبار السماء والأرض هذا كان كفر أكبر نعم نوع الثاني من أقسام المحبة المحبة في الله أو لله واجبة من أوثق عرى الإيمان نعم من نحب في الله من أنه لا نحب الله من نردون العمل سرع عمل كل ما جاء في الشريعة من توحيد صلاة صيام حج زكاة نعم ما من نعود مصر او بشريت لنا تولين الناس من الناس سلام انسان الثاني العامل كل من أمر الله سبحانه وتعالى بمحبتهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الملائكة عليهم السلام الصالحين كل موحد الثالث أزبنا يحبها الله سبحانه وتعالى رمضان ثلث الليلة الآخر عشر من ذو الحجة الرابع أمكن يحبها الله سبحانه وتعالى تحب المساجد مكة المدينة جبل أحد جبل يحبنا ونحبه ضد هذا البغض في الله من نبغض في الله عمل الشرك الكفر النفاق غيبة نميمة عامل أهل الكفر أهل النفاق لكن ليس معنى هذا أن لا نفي لهم بالعهود قد يكون عندنا إنسان والد ونصر عفا السلام كافر يبغض في الله لأنه كافر لكن يحب محبة طبيعية نقدم يُعامل بحسن الخلق كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب نبغض أزمنا يبغضها الله سبحانه وتعالى عيد رأس السنة مثلا عيد الحب أمكن لا يحبه الله سبحانه وتعالى أماكن الكفر أماكن الشرك أماكن الله الأسواق مثلا هذا القسم الثاني من أقسام الحب محبة في الله أو لله واجبة من أوثق عرى الإيمان نعم القسم الثالث من أقسام الحب محبة طبيعية جائزة يحب الولد يحب الوالد يحب الزوجة يحب ثيوبيا محبة طبيعية جائزة بشرط لا يقدمها على محبة الله بعد أن جاء بالمحبة جاء بالخوف ما عبد أن تخاف خوف أن تخاف من الله سبحانه وتعالى خوف عذبه الله به فرعون قدم محبة ماذا محبة السلطان قال وهذه الأنهار تجري من تحتي جعلها الله سبحانه وتعالى تجري من فوقه عذب بهذا الذي قدمه على محبة الله يفرعون سنتعلم ما أسقدم سنتعلم كريمية ستة السمنال وهذه الأنهار تجري من تحتي أنه يوزوش كسرية قرون قرون قدم محبة المال عذب بماله قرون وقل من قدم خوفه من شيء على خوفه من الله خوفه الله به مثل قول الله سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن كانت النتيجة فزادوهم رهقا يعني زادوهم خوفا على خوفهم نعم ما لم يونسوا يا غ المجر والد der كيانن لجر فراجة كيانن لجر فراجة يسكد من دول الله صلى الله بزيان لجر فراجة الله صلى الله لك الله سبحانه وتعالى يتوسل سوك نباره رجال من الريس كرسوا يونو سوك بجنة يتباقون بران الناز يغفرته بالنس يتباقون بران الله سبحانه وتعالى يبلد بزيان لجنة ينسوا فراجات أم رباتهم بزيان كالتاجون نعم لابد أن نجمع في سيرنا إلى الله بين الخوف والرجاء لا تقنط من رحمة الله لكن لا تأمم عذاب تخاف لابد لأن بعض الناس يخاف حتى يترك العبادات ولا يتوب وبعض الناس مطمئن يقول أنا أدخل الجنة نعم ويعمل المعاصي ولا يعمل الطاعات لا وسط نعم بعد هذا نتكلم عن التوكل ما هو التوكل؟ توكل من النوم هو صدق الاعتماد على الله تكون صادق لا كادب في اعتمادك على الله سبحانه وتعالى لا على غيره مع الثقة به واثق مئة بالمئة أن الله سبحانه وتعالى ميسر لك مع الأخذ بالأسباب المشروعة مثاله هذا يريد يحفظ القرآن قال أنا متوكل على الله هل أنت صادق؟ يقول نعم أعوني لا هل أنت واثق أن الله سبحانه وتعالى ميسر لك حفظ القرآن؟ أو عندك تردد؟ الكتينيانة الله سبحانه وتعالى يرزق القرآنين عندما يساكل عندما يوفقك الكتينيانة ويسر أعطينا أيام نتاكل قال واثق مئة بالمئة متوكل متوكل كتينياني بأ الله لي تماماً هل تأخذ بالأسباب؟ هل تراجع؟ هل تحفظ؟ هل لديك شيخ تعلق القرآن؟ قال نعم في كل يوم أحفظ وهذا نائم متكاسل لا يراجع ولا يحفظ قال أنا متوكل على الله في حفظ القرآن نقول أنت متوكل نعم إذا لابد في التوكل من ثلاثة أشياء صدق ثقة أخذ بالأسباب أنا بعض الناس يظن أن طلب العلم يطلب العلم وهو نائم ومتكاسل ويقول ممكن أنا وأستيقظكم مثل شيخ الإسلام نعم التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول تفويض جميع أموره إليه واعتقاد أن بادي جلب المنافع ودفع المظار صرف لغير الله شرك أكبر الثاني شرك أصغر اعتماد على حي مع نوع افتقار كيف؟ يعني مثلا هذا ينفق عليه التاجر يعطيه أموال كل شهر مثلا يقول أموت أتشرد أضيع يقول أموت أتشرد أضيع يقول أموت أتشرد أضيع جائز أبقائهم بست، لقد تنفقوا معنوه ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله حتى تؤدى تصبر على الصلاة على الصيام على الحج على الزكاة الثاني الصبر عن معصية الله حتى تشتنبها تصبر عن المحرمات تبتعد عنها الثالث الصبر على أقدار الله ما يقدر الله عليك ما راض فقر ابتلاع حكم الصبر واجب بإجماع الأمة ضد الصبر التسخط التسخط كبير من كبائر الذنوب وقد يصل إلى الشركة الأصغر يتسخط بقلبي نسأل عافية السلامة يقول لماذا أنا تأتي لمصيبة ولا تأتي لهذا لماذا أنا أمرض وهذا لا لماذا ليس عندي سيارة وهذا عنده سيارة تسخط 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 أو يتسخط بالجوارح يشق الجوب ينتف الشعور يضرب الخدود أو يكسر هذا تسخط شركة صغر الواجب على المسلم أن يصبر بإجماع الأمة وبعض الناس نسأل عافية السلامة هو متسخط في نفسه ويرد من الناس أن يتسخطوا فيأتي لهذا مريض في المستشفى هذا مريض في المستشفى يدخل عليه أيش يقول يقول والله أنت مسكين ولا تستاهل هذا الذي حصل لك وأنا والله قلبي يتقطع عليك لكن ما في اليد حيلة إيش نصنع أنت تعرف الدولة هذه الدولة فيها وفيها وفيها والحكومة وفيها المستشفى هذه المستشفى هي أسوأ مستشفى على وجه الأرض هذا ليس بطبيب هذا سفاح حتى لا تستطيع الخروج من هذه المستشفى أيضا يعني هم في هذه المستشفى الناس لا يخرجوه من المقابر لا يوجد سرداب تحت المستشفى يضع في الأموات وانتهى الأمر يعني كأن هذا أرحم به من الله لا هذا تسخط اعتراض على قضاء الله وقدره يتسخط وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس طهور إن شاء الله ويقول أبشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله أراد الله أبك خيرا الله خيرا بعد هذا ذكر المؤلف رحم الله تعالى باب خطير جدا وهو الرياء يعمل العمل حتى يراه الناس أو يعمل عمل حتى يسمع به الناس هذا شركة صغر وقد يصل أكبر عمل أهل النفاق يعني يصلي حتى يقال عنه مصلي يتصدق حتى يقال عنه متصدق علاج الرياء دراسة التوحيد لأن العبد إذا درس التوحيد عظم الله سبحانه وتعالى وإذا عظم الله سبحانه وتعالى لا يبالي بأحد في دين الله وفي الدعاء وفي الدعاء من علاج الرياء الدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى الإخلاص أنه يجنبك الرياء وفي الدعاء من علاج الرياء الدعاء والحرص على إخفاء الأعمال حتى لا يعلم بها أحد يعني لا يمكن أن تصدق ثم يأتي لهذا يقول اليوم تصدقت مليون بر مثلا لا يمكن أن تصدق ثم يأتي لهذا يقول اليوم تصدقت مليون بر مثلا أو يتصل واحد على هذا الرجل مثلا يقول أين أنت يقول أنا في الدرس من أمس وأنا في الدرس نصلي العاصر والمغرب والعشاء في الدرس وندرس الحمد لله حتى اليوم الفجر كنا في الدرس وصائم تخفي الأعمال قدر المستطاع من علاج الرياء زيارة القبور لأن الإنسان إذا زار القبور الزيارة الشرعية تذكر الدنيا لا تذكر الآخرة والرياء يريد به الدنيا من علاج الرياء ألا تترك العمل خوفا من الرياء لأن الشيطان يجعلك تترك العبادة خوفا من الرياء فتقع في الشرك يعني هذا يريد صلي الآن مثلا أو يقرأ القرآن وقال أخاف من الرياء أترك قراءة القرآن أترك الصلاة وقع في الشرك لا أعبد الله ولا تبالي بأحد في دين الله لا تترك العبادة خوفا من الرياء نعم عبادة خوفا من الرياء وقع امتلاك تترك العبادة خوفا من الرياء على فترسل فالرياء اليوم تتركه سوف تفتح هذا الباب لا يغلق عليك يقول لك لا تصلم على الجماعة ولا تطلق اللحية ولا تطلب العلم ولا تقصر الثوب تترك الشريعة بكاملها شريعة بكاملها اعمل وادعو الله سبحانه وتعالى الإخلاص ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب أخطر من باب الرياح ما هو أن يريد الدنيا بعمل الآخرة يعني مثلا بعض الناس أيام الاختبارات يصلي ويصوم ويتصدق ولا يسب ولا يشتم حتى تخرج النتائج فإذا خرجت النتيجة ناجح يترك الصلاة ويسب ويشتم أين وصلنا الرجل؟ وين وصلنا؟ وصلنا عند من يصلي أيام الاختبارات ولا يشب ولا يشتم ولا يشرب الدخان ولا القات ولا شيء أصلا هل يوجد عاقل على وجه الأرض يشرب دخان أو يأكل قاتل؟ هذا عاقل؟ هذا عاقل عاقل هنا عاقل أستويس هنا لا ليس عاقل هذا هذا حكم في الشرع عندنا فيه حكم كشرياتة والله هذا الحكم في الحقيقة حكم هذا في الشرع ماذا يصنع به؟ يسيح حاقي الهكم يعني به حقيقة بشرياتة هذا سفيه سفينهم عندنا تسوى نأخذ جميع ما يملك أمواله عندنا تسوى سيقالهم عندنا يسوى عندنا زيادهم مجالبين كما أصبح حكم كشرياتة سفينهم عندنا يسوى كلهم عندنا تنزموا ميالا لكل مننا نضعه في بيت مال المسلمين ثم نعطيه للضرورة للطعام لللباس فقط الآن لو رأينا إنسان يخرج هنا وهذا الأخ صاحب السيارة المركز أو القناة يشغل السيارة وهو يضع سجادة عند العادم هذي يخرج منه الشكمان يسموه عندنا يخرج منه الدخان آخر السيارة في خلف السيارة نعم 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 شئ و يضع أمبوب و يسحم من الدخان و يدخن قيام كذلك سجالة عنه ماذا سجالة وبيس هذا باتبو عنه يمسلسوا بناياه ما نقول عنه مجنون تمام انا انا سألت احد المدخنين ما هو افضل مكان تشرف في السجارة سجارة ما هو افضل مكان قال الصراح الحق افضل مكان هو الحمام والله والله صدق لماذا هل يمكن يشرب الدخان في المستشفى في المسجد لا لا مع الشياطين حتى هذا الذي يخزن افضل مكان مكان يعني فيه رائحة كريهة يعني ليس فيه هواء صحيح نعم لو اخذ انسان مثلا نقود ولف هكذا و اوقت فيها النار ايش نقول عنه مجنون مجنون والآن يترف الأموال في الدخان وفي القات ثم يصنع دعاية كبيرة للدخان والقات يقول من الان الدخان والقات لا يصلح للصغار دخان تأكلنا صغارة ليس انا تأكل ليس انا تأكل حتى يسمع الصغير واذا يدخن ويعكل قات يجب 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 يقول لا هذا للرجال طي في نساء يشرب الدخان يجب يجب انا انا لن興 kick ويجب لن نصح نصح انت عليك النصح بالتي أحسن لا يمكن أن تجلس مع المدخنة وهذا الذي يأكل القاد ثم اللي يأكل القاد تسأل وقلوا ما الفرق بينك وبين البهيمة ما الفرق ما الفرق لعل البهيمة أفضل منه لماذا؟ لأن لا أحد يريد أن العقل يذهب ثم القاد والدخان يؤدي لماذا؟ إضاعة المال إضاعة الصلوات إضاعة حتى الأسرة مجتمع نهاية هذا الذي يأكل القاد الجنون وبعد القاد يقول إلى الخمر نسأل عافية السلامة الله سبحانه وتعالى لابد من إنكار إنكار بالشرع لا يمكن لو والدك يقول اشتري ليد خات أو دخان قل والله أنا أحبك أنا أشتري لك الموت ما أشتري لك الجنون لا يمكن أن نعين هؤلاء كثرة المساس تميت الإحساس يعني كثرة هذا الذي تراه هذا يوميت عندك إنكار المنكر وآنا أظن والله أعلم تجار القاد هؤلاء لا يمكن أن يعطى أولادهم قاد يعرف ضرر هذا لكن يعطى المجتمع لابد أن نتعاون نتعاون على الإصلاح فقلنا هذا يصلي ويتصدق ولا يشرب الدخان ولا شيء من المحرمات أيام الاختبارات حتى تظهر النتيجة ناجح يترك الصلاة إذن هذه الصلاة كانت لغرض من أغراض الدنيا كيف نعرف هذا أن يريد الدنيا أو يريد الآخرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم نعرف إن أعطي أرضي يعني فلان يصلي بالناس إمام ويعطوه مكافأة وقالوا هذا الشهر لا نستطيع نعطيك مكافأة قال والله ما أصلي إذن هذا يريد إش يريد الدنيا انتبه لا يكون غضبك ورضاك للدنيا من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الدنيا لا تخطر له على بال عليه الصلاة والسلام إلا أن تنتهك حرمات الله غضب النبي صلى الله عليه وسلم يريد تكثير الحكام بأي شكل من الأشكال يريد تكثير الحكام بأي شكل من الأشكال كفر الحكام وانتهى لا يكفر حتى الرعية كفر الرعية يقف لا يكفر من معه في هذه الجماعة يقف عند هذا لا يكفر من الآن من بقي نفسه يكفر نفسه والله فتجد وهو جالس يقول يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مرض خطير ما لنا وما للحكام ماذا تريد من الحكام؟ تسأل في قبرك عن الحكام؟ يوم القيامة وفي القبر يسأل القيامة وفي القبك لا لماذا يغضب كثير من الناس على الحكام ويكفر الحكام، لماذا؟ لله للدنيا إن أعطي أراضي وإن لم يعطي السخت ماذا يقول يقول أخذهم والنا طيب أنت رزقك على من على من إذا رزقك على الله لماذا تقول أخذهم والنا الجنة تطلب من 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 الحكام من العلماء من التجار من أهل الخليج أمم المتحدة من من تطلب الجنة من الله الرزق طلب من من إذا لا يمكن تقول أخذهم والنا إذا عندنا مرض لابد أن نعالج هذا المرض وهو التكثير قسم قسم من الناس يكفر بالجملة وقسم من الناس لا يكفر أحد حتى إبليس لا يكفره والله ولا يكفر يهود ونصارى ويكذب ويغش اليهود والنصارى يقول أنتم على الحق تدخل الجنة هذا خائن غاش هل هذا يقرأ الفاتحة في مسلم لاقرأ الفاتحة أشي يقول في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الظالين لماذا تكذب عليهم لماذا لا تنصح لليهود والنصارى لديك دعوة اجعلها للسلطان نعم تدعو للسلطان بالهداية أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية يا رب الذي يعتقد أن حكم الله لا يصلح الذي يعتقد أن حكم الله لا يصلح أو حكم القوانين مثل حكم الله أو أحسن هذا يكفر كفر أكبر سواء كان حاكم أو غير حاكم السلامة والسلامة التي تعتقد أنها هي المتحدة واللقاء من القوانين التي تعتقد أنها هي المتحدث؟ الأمر الذي تعتقد أن أخبر هذا الحكم بعض الناس يظن أن تحكيم الشريعة فقط عند الحكام فقط تحكيم الشريعة يكون عند الحكام فقط لا كل واحد مننا لابد حكم الشريعة في نفسه ومع غيره إذا لم ترضى بتحكيم الشرع فهذا نسر عفو السلام نفاق تخاصم هذا وهذا فهذا قال حكم الشرع كذا مثال الآن باعوا هذا الجوال في المسجد ثم قال البيع هذا لا يصح لأنه في المسجد يحرم البيع هذا يقول البيع صحيح وهذا يقول البيع باطل نحكم الشريعة البيع باطل يقول رضيت بالحكم هذا اللي كان يقول البيع صحيح قال طالما الشريعة تقول البيع باطل إذا البيع باطل إذا حكم الشريعة وليس أن يقول البيع باطل يتكبر ولا يمكن إن يقول يذهب إلى الهودぁ هم يحكموا بيننا إذا المؤمن حقا لابد ان يحكم الشرع في كل أحواله أنهم مليون سوف يجد إيكا ودي شريعة لفاعله على برمانة وهمهم يوزركم والله أعلم صلى الله عن نبيه محمد وآله وصحبه وسلم